رياضيا حثى وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد محسن الخليفي بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال على تقديم صورة مشرفة تليق بحجم ومكانة رياضة ورفع الأثقال اليمنية ومواصلة مشوار تألق رباعي الوطن في المحافلة الخارجية جاء ذلك خلال استقباله بعثة منتخب رفع الأثقال التي تستعد للمغادرة والمشاركة في بطولة العرب للناشئين والشباب في جمهورية سوريا بين الفترة العشرين حتى السادس والعشرين من ديسمبر الجاري ونقل الخليفي تحية وزير الشباب والرياضة نايف البكري للمنتخب مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب الفردية والجماعية بتوفير كل المتطلبات التي تضمن تسجيل الحضور الطيب رغم الصعوبات المالية التي تواجه الوزارة بدوره شكر المشرف الفني بالاتحاد العام رئيس بعثة المنتخب فواز محمد المقبلي دعم وزارة الشباب والرياضة والجهود المفذولة في دعم المنتخب بتسهيل مشاركته في البطولة مشيرا إلى أن المنتخب يسعى إلى تقديم صورة طيبة تعكس تطور رياضة رفع الأثقال داخل الوطن